السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم محمد حنون في درس رقم 56 من مادة الالكترون بهذا الدرس راح نتعرف حول الاي اي وكنا ليش سبب نظهر الاي اي قبل الاي ذي لان الاي ذي من الاي ذي نقدر من الاي اي عفوا نقدر نحصر على الاي ذي مباشرة نكمل شنو عندي وين الاي اي شي ساوي ساوي الاي اوتبوت على الاي اون بت قلنا анlogo الاي اوتبوت ما نقدر نحصل عليه الاي اي ام بوت الاي ام بوت ما نقدر نحصل علي الا بوجود الفولتيات الاي ام بوت уров مبانة هي فولتية فراضية مو فولتية اساسية اذا ما نقدر نحصر على اي شي احنا فراح نفرضها فرض وعلى اساس الفرض نقدر نحتسب الاي اوتبوت هذي اللي هنا منية نقدر نجيبها من الاي اي باحتبال ماي كو اي see بعد IE من IE والIE منين نقدر نجيبها من IB بعد حاجة للVB بعد ما نحتاج للVB من IE نحصلها من IE منين حصلها من IN فش راح تساوي لهنا قلنا IO حصلها من من IE هاي هي IE نفس الراتية IE نحصل من عندها IB IE عفوا نحصل من عندها IB بنفس الراتيو IB نحصل من عندها IN هسا عندنا ION حصل من عندها IE IN حصل من عندها IB IB حصل من IN بنفس الراتيو هسا نبليش نعود التعويض راح يكون عندنا IO حصلناها من IE عن طريق قلنا المقسم التيار مقسم التيار يقول R البعيدة هي سهي هاي R E راح يقول واحد ليش ما أخذنا Z out لأن Z out بمشكلة هنا لأنه صار ضمني استخدم الداخلية فأنا ما أحتاج الداخلية وكونها قليلة جدا فهنا صار سواء لل R E لأنه لأنه التيار الخارج يعني حاليا ال IE تيار خارج من الترانسيستر يعني مو داخل الترانسيستر خارج من الترانسيستر يعني ناتج من بعد ال R سواء لل R E على مجموح R E زائدا R L طبعا هذا كله في IE على هذا كله في IE على IE نفسها هذا من ضمن القوس في IE بالنسبة لل IE شو الساوي معروفة B زائد 1 B زائد 1 IE B IE B في IE B علاقتها بال IE شنو بسيطة و بسيطة شنو اللي إذا نتذكر الزت إن شون حصناها حصناها من قلنا الزت إن إذا تذكر الزت إن تساوي لل R B توازي R B زائد beta RE توازي R RL إذا تذكر عليها أوكي تذكر هاي القيمة فشي تكون تكون R B عليه R B أوكي زائد R باي توازي beta عفوا زائد R باي زائد beta beta R E توازي R L زين أنا هاي القيمة أصلا محصلها من أخذيت Z N فأرجع المكان اللي حصلت معيدها هاي القيمة مباشرة نخليها هنا ويزاد R B أوكي هذا طبعا I B على I B هنا موجودة I B على I B فاختصر I B وي I B وي I B وي I B وي I E وي I E فرح يصير عندي الناتج R E على R E زائد R L في بيتا زائد 1 في R B على R B زائد زت مثلا خلينا نقول عليها زت 3 زت I 3 هي هي هاي القيمة نفسها هذه زت I 3 حيث أن نقدر نقول زت I 3 ساوي R B زائد بيتا R E توازي R L هذه هي اللي هنا أما الزت A V V كالعادة نفس القانون ما راح يختلف عنه القانون شي يقول A V يساوي عفو عفو نجا اللي ساوي R L في A I في 1 على Z N ملاحظة حتى لا تدوغ عند AI وال AV ل Common Collector وال Common Emitter يكون قيم موجبة يكون قيم موجبة أما ل Common Bay عفو Common Base هنا تكون قيم موجبة Common Collector Common Base تكون قيم موجبة أما Common Emitter اللي احنا قلنا عليه دائما تكون أي مهن سالبة تكون قيم مهن سالبة حتى لا الدوغ حتى لا الدوغ شكرا